اشتركوا في القناة وهذا العبد اللطيف ما دامه في قناة هابطة نرجع لمستوى التصحيح الكبير هذا صحح 78 فيبو واختبر التصحيح هذا مرتين واستقر فوقه الفترة الأخيرة دي السهم أعلى قن مطاح منها في عام 21-41 أدنى مستوى انطلق منه أيام كورونا 8 ريال و10 الله لا يعيدها من ديك الأيام ترى أنا من الناس اللي شفت الشفت الثمانية بعشرة بعين وكنت أحد ملاك العبد اللطيف في ذلك الوقت آه 41 وربع طيب هذا السهم الموجة دي صححت 78 فيبو كان عندنا هنا 15-20 طيب هذه خلاص وعندنا هنا 15-74 هللة هذا أقرب دعم الآن للعبد اللطيف العبد اللطيف إلى الآن عنده مطبع 16-62 هللة مقادر يغلق فوقه 16-62 عنده 16-95 متوسط المية على الشهري 16 هنا كم قلنا 16-62 هللة 16-62 إلى 17 ريال على النظرية يعني يقول إذا اخترق السبعة عشر السهم ممكن تكون إشارة جيدة لتقدم السهم يكشف الترند متوسط الخمسين على الشهري وهذا الكلام فين موجود عند التسعة عشر ريال وأربعين يعني لو شمعة العبد اللطيف على الشهري ديا طمرة السبعة عشر وحبت تتقدم لمنطقة ذات قيمة فنية عالية وتكون مقاومة قوية هي من تسعة عشر إلى تسعة عشر أربعين هذه أهم مقاوماتك في العبد اللطيف خلال الشهر يناير إذا أنت نجحت خلال هذا الشهر بتخطي 17 ريال طيب لو قلبنا الشارت على الأسبوع نشوف هل هذا الكلام مزبوط هي والله مزبوط لأنه أنت لما تعدي 17 لا والله 17 ربع تكون اخترقت متوسط الخمسين على الأسبوع هتكشف الترند وحتكشف قبلها متوسط المية 18 ونص طيب لو قلبت الشارت على اليوم على اليوم مزبوط يعني برضو يقول لك 17 36 هللة متوسط الميتين هذا كشفنا الفيلم طيب لو رسمنا له مساء صاعد على اليوم يقول لك السهم لا تكسر 16 اختراق 17 36 هللة الوعد 18.5 إلى 19 الترند واضح يا أستادي عاشق العسل شفت كيف انت تبغى الترند ها تبغى الترند هذا انت تبغى الترند هذا ولا تبغى الترند ثاني كيش الترند اللي تقاعد تدور عليه مو هذا مزبوط كده يكفيك البيانات هادي انت بكم عليك السهم ب16 85 خلاص وقف خسارتك كثرة 16 والإغلاق دونها اختراق 17 35 هللة الهدف من 18.5 إلى 19 ريال 19.40 هذا دخول مرحلة جديدة يثير من الصعود إن شاء الله تكشف بعدها إن شاء الله أرقام حلوة وممكن نشوف حركة أفضل في المستقبل مع إنه السهم شوف كيف لاف الطار إن شاء الله ما يكسر الـ 16 المستقبل الـ 16 هادي صمام الأمان الصبر طيب فوق الـ 16 باختراق 17.40 الهدف من 18.5 إلى 19 هذا تحليل العبد النطيف نرجع للدين هاي حطينا الشارط اليوم هاي شارط قدامك نظيف ما في لا شخمطة ما نجايب لك الهرجة اللي الرسمة حقه اليوم أنا من جديد أبغر أرسم قدامك هاي أشوف طليت في الديب هاي يا جماعة إيش شايفين قدامكم الديب قبل أسبوعين وصل من بعد ما رجع من بداية السنة وصل جاي من القاع 57.40 أي هذا الديب أعلى قمة في 23 وهذا النقاع في 23 سحبت الفيب من القمة إلى القاع ها أول حاجة لفتت نظرك إيجابي الآن إنت إيش هي يلا جاوبني أنا ما حاجاوب ما حاطيك رأي أباك إنت تعطيني رأيك بدأنا على اللي فهمته مني إيش أكتر شيء الآن خلاك تعتقد إنه السهم إيجابي إيش اللي صار اليوم يلا جاوبني يلا يا دو السؤال موجه لك أخترق إيش 65 إيش هي 65 إيش هي 23 فيبو مظبوط طيب حلو هاي طول من اليسار لليمين شوف ركز لي على الدائرتين اللي حرسمها ركز لي على الدائرتين اللي حرسمها شفتها شفتها الدائرتين هذه عبارة عن إيش الدائرتين دي ما أخوذها من إيش مو حركة تاريخية صارت أول عبارة عن إيش قاعين عبارة عن قيعان سابقة في سلوكه الهابط قبل فترة في شهر أوغست طيب حطيت خط تحت القاع دا اللي عنده 65 64 80 طلعت قراءته يا سلام يعني أنا هنا قويت المعطى الفني يعني السهم اليوم أخترق إيش أخترق ريميمبر أنا سميها دايما القيعانة التاريخية ريميمبر هل تذكر إنه في يوم من الأيام هو نازل وقتها الديب على مبدع القمم والقيعان الهابطة يوم ارتطم في هذا القاع تعرف فين سجل الأعلى سجل الأعلى 68 70 طيب القاع اللي فوقه التاني يقرى 67 ايش ايش قلت اليوم أنا اللي سألني عن الديب اللي هو انت ايش قلت لك ما شاء الله تبارك الله الديب معدي 64 80 65 هل يا سلام هم سوي لنا ومخترق لنا ترند هابط فرع صغير من آخر قمة هو سجلها الفترة الأخيرة شوف كيف شوف اريحين بحلل على اليوم هذا يا حبيبك اشف لك الآن 67 ايش هي 67 جبتها من جيبي 67 هي القاع اللي كان اعلى من القاع اللي قبله في الموجة اللي قبلها فقلت انا ما شاء الله اهم مقاوماته الآن 67 هيا انا باسألك سؤال الآن وانت بتقرأ الشارع بكل بساطة لو جاء واحد سألك وقال لك يا دو لو عد الديب 67 فانت توقع يروح هيا جاوب انت الآن الشارع قدام ليش قلت له 69 من عقلك ليش طيب قلني ليش انت 69 حطيت الرقم من عقلك ولا 69 في الشارع لو قيمة فنية هو بصراحة ما هو 69 الهدف اللي حينفتح هو 69 فاصلة 80 الى حالينا نقول 70 متوسط الميتين هيا شوف التاني ولد الحجون يقول لك 74 طيب انه مساحة 74 في عينك 74 معناه انت شطح وتجاهلت مقاومة قوية قبلها كيف تروح 74 وانت لسه ما عديت 70 معناه انت بالغت في تصورك الفني مدام انت مضارب يا اخي امشي مرحلة مرحلة ممكن السهم ده يروح 77 يا اخويا ما اربعة وسبعين انا عندي دائما لما يعد السهم 38 فيبو انا امقذ الـ 50 فيبو دائما اقول من اقوى مناطق الفيبو 38 و61 طيب انا الان ما اقدر اقول للناس رايح 77 لكن متى اقدر اقول لهم رايح 77 لما اكون مخترق على اليوم متوسط الميتين و38 يعني انا شايف كده الديب طلع هنا تخيلوا الديب الان وصل هنا ورجع اختبر كده والان الديب قاعد يلعب كده واقف الديب الوقفة دية تعرف الوقفة دية لو جيت سألتني وانت توقع يروح الديب هقول لك حاجة هرسم خط عند القيمة الفرعية هذه هشوف كم تقرأ هشوف حد الخمسين فيبو ما رأى اهتم فيها كثير دايما الخمسين عندي فيبو دية انا ما يعني ما اعطيها قيمة فنية عالية لكن حاطي قيمة فنية لهذه القيمة شايف هذه القيمة انه كل الباب جنب الطاقة هقول لك الديب ما دام وفوق 69 80 70 اختراق 72 ونص 73 عن نظرية يلا هنجبرها بالنظرية النظرية ايش تقول 357 طيب لو عد 73 فين حيروح ضمن النظرية 77 الشار تقول لك شكرا شكرا الفيبو هو 77 ونص هنا تتجرأ تقول الوعد 77 ونص طيب تعالوا نشوف الحركة التاريخية يقول لك الشار شوف شايفين الخط هذا هيا احنا ما كنا شايفينه من اول تعرفوا كم طلع ها كم طلع يا جماعة القاء المكسور دا في مايو في عام 21 هتخيلوا انه هذا كان في يوم من الايام قاء لموجة طيرة الديب الى 89 شوفوا ايه كبرنا الصورة تعرفوا كم القاء دا طلع 73 انا ايش قلتلك قبل ما اشوفوا قلتلك انا لما كانت البيانات هادي ما هي باينة بس كده حط الشار نظرت الى القمة الفرعية وجيت قلت والله لو اخترق الميتين وقف فوق واحد سألني وين رايح الديب الديب ايجابي يعني ماشي بالأخضر والله ما لم يكسب 69 80 70 اذا اخترك 73 على النظرية الوعد 77 والشار تقول النسبة الدهابية بعد ما خلصت المعلومة دي قلت يا وات خليني اتأكد امكان فتا كبرت الرسمة البياني شوفوا طلعت هادي القاع المكسور 73 طيب طبعا هذا الملف مغلق الان الملف المفتوح ايش اليومين دي انه فين اتحرك الديب ها قلنا 65 الان لو تخط 67 على اليوم فان يروح اتفقنا يروح 69 80 70 طيب انتهينا انتهينا قلبنا الشارت على الاسبوعي ايش اضف لنا الشارت الاسبوعي معلومة يل نحن قلنا اذا اخترق 67 يروح قريبا الـ 70 لما فتحنا الشارت على الاسبوعي ايش المعلومة اللي اضف لنا هي قال ها انتو شغلكم مصبوط بس ترى انتبه ترى 68 ونص ما طب في الطريق ايش يعني ما طب في الطريق يعني وانت رايح ترى ممكن يوقفك ليش طريع متوسط المية على الاسبوعي يعني ايش ممكن يسوي ده يعني ممكن يجني مضارب عنده ويقوم يستغلها يقوم يرجع يختبر مثلا 67 والله ها دي فيها ريال ونص يعني انا لو اني بلعب بالكميات وحسبت حساب اخفز السهم ما قدر يختري جاء راجع اقول انا انتبهت ايه انا اقول والله ها دي ريال ونص خليني ارجع اناور على 67 ابيعها ب 68 ونص ارجع اشتريها ب 67 لما يجي يختبرها هذه المعلومة اللي اضف لي هي الشارع طيب هل خرب لي معلومات التانية لا فين طلع الهدف الخمسين اللي بعدها طلع أعلى من السبعين طلع عنده 71 يعني ما اثر علي بس المية اعطاني زيادة في المعلومات في الارقام المهمة قال لي انت كنت انظر فوق الخمسة وستين انه قدامك 67 يقودك الى سبعين لا خد المعلومة دي خد المنطقة دي مدام المسافة دي ثلاثة ريال انا اكسم لك المسافة دي كمان تنفعك بالكميات انا اقول لك هنا عندنا مية على الاسبوع بس ايش راييكم في الكلام ده السهل هذا ما ما هو مساعد دي متداول يدير فلوسه ها بعيدا عن هوامير وبعيدا عن كلام تطبيل او ارجاف ها مو كل الناس بتلعب ضمن التحليل طيب انا هنا لما افهم وبكل بساطة اراقب الحركة التاريخية وحط نسب الفيبو والمتوسطات مكشوفة قدامي انا بناءا على سلوك السهم الان انا كيف احكم على السهم صاعد ولا هابط انا الان عندي في الديب عندي واضح انا عندي قيعان وعندي اعلى منها قيعان يعني انا لو ارسم قناة الان شوفوا ايش بان عندي السهم صاعد صح ولا لا يعني الاصل في السهم الان هو جاي من القيعان الى الان ايش صاعد كيف اعرف ان الفيلم ده اتورط اتخيلوا انه جاك الديب جاك الديب كسر خمسة وستين انت مفروض اذا انت مضارب انا الافضل انك تحترم الكسر بطن السهم سلبي في واحد يقول لك لا لحظة ليه تستعقل وتبيع دور شيء اكد لك السلبي يعني زي ايش يعني على الاقل تابع التريند تابع القناة يمكن سبحان الله يعطي لك الموجة مدة معينة ويرجع يكمل اذا انت شايف انه والله الحمد لله يعني مو ديك الخسارة الكبيرة اتحملوا نيجي مثلا نقول طيب فين هذا يصير مرة سيئة متين خرب بيتنا مظلوط جيت طليت في الشارت كبرته لقيت انا عندي مستوى اتنين وستين ريال وثلاتين هذا القائل اللي يعتبر ادنى من ايش ها ارجع للحركة التاريخية سبحان الله هتلاقوا انه الشارت التاريخ يبين لنا ضمن الخطوط العرضية مو قلنا في تلاتة وسبعين ورانا هنا سبعة وستين ورانا هنا اتنين وستين تلاتين طيب لو جاء واحد انشغل في دوامه في عمله كان مشتري الديب على اساس انه فوق الخمسة وستين طيب كسر الخمسة وستين ما لحق يوقف خسارة لقى فجأة السهم باربعة وستين اف والله هذا راح ريال تحت ابيع بخسارة نقول له لا لا تبيع بخسارة عندك فرصة تعدي لكن نرفع نغير وقف الخسارة نخلي وقف خسارة جديد ويعطينا فعلا تصور اكثر سلبية يعني زي ايش يعني انه السهم يخرج عن مساره او يكسر لنقاء رئيسي اخر والله اذا كانت النسبة قليلة طيب هي كلها كم ريالين طيب فيه سبيل اني انا لو قعدت ورجع السهم مشي في نفس الطريق واخدني سبعين والله سعيد يعني نسبة مخاطرة ريالين فيه سبيل اني انا ممكن ارجع واروح سبعين تنبلع زي معادلة اللي نقول عليها دي يعني ثلاثة مقابل سبعة يعني اخسر ثلاثة بالمية في مقابل اكسب عشرة بالمية معادلة منطقية مخاطر قليلة اقوم اقول لا ما اني موقف خسارة بكسر الخمسة وستين او خلاص ليش اطلع بخسارة واليوم انا سعري اربعة وستين تلاتة وستين ونصط طالما انه في دعم قوي في منطقة تضمن لي البقاء داخل المسار خلاص امكنش يومين ارجع فوق خمسة وستين وارجع ممكن مضارب يفكر بالطريقة وفيه مضارب صارم يقول له تبطي انا دخلتك على هذا الشرط الايجابي قمت انت لعب بديلك مع السلام لا والله لن اقبل بكسر 64 و 65 مع السلامة برضو موعب الله يرزقك بسهم غيره وخلاص ويسين انت ما لكو ما للكلك دية يرجع يختبر تلند ما يرجع يختبر تلند هذه كلها يا جماعة قناعات وكلها يعني قناعات شخصية ها يا دو كلامي منطقي عرفت ليش اتنبعتي انه الديب حلو هالمنطقي في حكمي عليه حلو اليوم ضمن تحليل فني ولا من جيب ابوي انا بتكلم ولا مزاج كده والله بهايط عليك ها انا بهايط عليك ولا انت الان لما شفت سمعت كلامي وشفت الشار قلت والله يا اخي فعلا الخريطة واضحة والنفات واضحة الشيء الوحيد اللي احنا ما نقدر نضمن لكوه التوقيت ميتة حي تقى السبعين بكرة ما ادري ما ادري بعد بكرة ما ادري ممكن يوصل سبعة وستين ويقعد اسبوع هو يلعب فيك من سبعة وستين يرجع خمسة وستين هاي يشوف الشارتات قدامك يعني ممكن نجي نشوف سهم الديب طلع ضرب سبعة وستين ما اخترق بعدين دخل في جني ارباح يلا انا ابو شيطان يوم نزل ستة وستين اليوم التاني رجعوا خمسة وستين أربعة وستين تمانين طيب اتغير شيء في النظر النظر العام ما تغير شيء السهم ما زال احتمال يروح فيه تسعة وستة كده شغل ثلاثة ايام تداول بهذا السيناريو شمعة وصبت سبعة وستين ورجعت ترى هذا السيناريو متوقع عادي لكن لو جيت يقولي ابو محمود ممكن تحلل الديب ديب في عين ايش اتغير في كلامنا هذا اللي يصير مع الناس على فكرة طيب يا ابو محمود انت من اربع ايام ما حللت لنا طيب ماذا اضيف الان انا الان ايش هضيف لك في التحليل هل كن اعتبار انه هو ضمن قناة او ممكن ناخدها ضمن اعتبار انه اخر اشارة سواها حلو انه قفل فوق الفيبو فنعتبر ففي ناس اعتبروا انه ستبقى الايجابية قائمة مدامه فوق 65 وهذا نقول المضارب اللي هو قريب المدى والاستراتيجي هيعتبروا ماذا الايجابي انه فوق ايش 62 ليش عشان هترين لا يقول لك متوسط ال 50 والمية على اليوم اللي هو دائما يرتطن فيها ويرجع معيني انا الان متفاعل في الدين اطلع ليه لانه مو معقول فاتهي اختبرها اول مرة واختبرها تاني مرة خلاص سوى نموزج حلو الان الدين سوى نموزج رائع هدف وتد هذا النموزج اذا نبغى كمان نطور التحليل ونوريك المنطق الان هذا المنظر اللي قدامكم على اليومين لو جاء واحد الان يبغى يمشي على على قولهم زي الكتاب او زي ما تعالوا شوفوا كمان لا تستغربوا لو سحبنا وتن من هنا الى هن وجينا حطينا محلنا لاختراقهم تعرفوا يا شباب فين اعطاكم الهدف القريب يتوافق مع متوسط المية على الاسبوع اوه اعطى للتمانية وستين ونص قيمة فنية زائد ايش سقف القناة اوه يعني انا معناها قابل با اوصل سبعين ريال والله سال عندي معطيات فنية كبيرة لذلك يجب اني اخفف تحسبا انه والله يمكن ما يوصل للفين يقوم ارجع لي سبعة وستين مرة تانية فسارت التمانية وستين ونص هذا فلوتل ومتوسط المية فلاش لما اقول لكم التحليل عبارة عن معطيات انظر الى المعطيات فاذا وجدت المنطقة دي اجتمع فيها عدة معطيات اصبحت المنطقة دي زاد قيمة فنية عالية اشتركوا في القناة